جاح العملية السياسية رهنوا متوافقات الكتل الرئيسة مبينة أن التغيير الحقيقي تطلبون وهي صادقة من الجميع السيد عادل عبد المهدي جزء من كل مو كل بالنتيجة سيد عادل عبد المهدي من الممكن أن يصل إلى توافق ويأخذ أسماء ويقدمها لكن بالنتيجة أيضا تبقى هذه المسألة رهينة للتوافقات السياسية رهينة للموافقات السياسية وبالتالي أيضا هذا يحتاج إلى عمل كبير لابد أن تكون هناك نوايا صادقة لدى الكتل السياسية في أن يكون هناك تغيير حقيقي ولو البعض يريد كما حدث في الكابينة يريد أن يكون تغيير جزئي وليس تغيير كلي يعني من يستعد أو من يقبل أن يتنازل على حصة ويجيب أشخاص تكنقراط جيد لكن الآخرون يقولون نحن